اقتصاد القرب أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المناظرة الوطنية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطرح سؤالا حول مرجعيات التنمية والتنسيق في هذا القطاع الحيوي الواعد قطاع يفتح أفاقا واسعة أمام فئات عريضة من المجتمع ويدطلع بدور انتاجي وتنموي فيه إدماج للمنتجين الصغار والمتوسطين في المشاريع التنموية هي فرصة سانحة لجميع فاعلين في هذا المجال والمهتمين بهذا المجال والمهنيين باش يلتقاوا فيها ويتبادلوا ويتقاسموا التجارب والأفكار والخبرات والجربات الأجنبية لنجحها باش يمكننا نخرج بواحد الرؤية واضحة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اقتصاد أساسي بالنسبة لبلادنا لعدة اعتبارات أولا لأنه يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة ثانيا لأنه اقتصاد مدمج العديد من المهمات عندهم فرصة أنه من خرط في المجتمع ويساهم كذلك في تحسين ظروفهم ثالثا لأنه يأخذ بالاعتبار البعد التضامني مناظرة وطنية بمشاركة بلدان أجنبية صديقة سواء على مستوى حوض المتوسط أو المستوى الإفريقي بلدان رائدة في المجال ستقدم الأفكار والتجارب الناجحة لتنظيم وتأهيل أمثلا لمختلف مكونات القطاع ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب دون استحضار المبادرات الرائدة والتجارب التي خرجت من كنف المبادرات الوطنية للتنمية البشرية العائق التي تلقى وهو تصدر انتع المنتج ولكن كما يمكننا تصدره لا بدأ ما يكون هذه خطأ لواحد الجودة وواحد لابيليزيزيون المعايير كلها الجودة لا بدأ ما نكون عندنا وهذا هو الانتظارات دينا لكي الحمد لله مدهد اللقاء نشوف كيفية الجهود كلها تخدم لدينا تجربة في تونس في مدان الاقتصاد الاجتماعي وتطورت إلى حد كبير الآن فيما يسمى بالاقتصاد التضامني أيضا ولكن في نفس الوقت هذه التجربة تحتاج إلى تقييم وإلى قراءة على تجارب أخرى ومجمع التجارب الهامة التي نتابع فيها وشوفوها هي التجربة المغربية مثل ما يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بعض البلدان كبلجيكا وفرنسا وهولندا بعشر في المئة من الناتج الداخلي الخام فالتحدي المطروح في المغرب هو الوصول إلى نفس الرقم في السنوات المقبلة من أهم ما تم الأعلان عنه أيضا خلال المبادرة هو استعداد المغرب لتنظيم منتدى دولي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب وتدارس إمكانية أحداث مرسد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضبط مختلف المؤشرات والمعطيات المرتبطة بالمجال على القارة الإفريقية